بدأ نحو 20 ألف جندي من 13 دولة مناورات كبيرة في أقصى شمال أوروبا للدفاع ضد هجوم افتراضي على أراضي حلف شمال الأطرسي الناتو ويشمل هذا فنلندا والسويد التي انضمتا إلى الحلف في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا وفقا للجيش النرويجي ويشارك حوالي 1500 جندي من القوات المسلحة الألمانية في مناورة استجابة الشمال 2024 حسب ما قال الجيش الألماني في بلدة إلتا في أقصى شمال النرويج وفي هذا السيناريو يتأهب الجنود لشن هجوم مضاد اليوم من منطقة ألتا للاستلاء على المناطق الواقعة إلى الجنوب